مدينة تعز لا تزال تخض معركتها في القطاع الصحية الذي دمرته الميليشيات الانقلابية خلال سنوات الحرب إذ لا يبدو أنه سهت عافى على المدى القريب لست سنين التي مضت يشهد الوضع الصحي في محافظة تعز أسوأ حالته من ناحية القذائف التي طالت على المرافق الحكومية والمرافق الصحية في محافظة تعز قذائف ميليشيات الحوثة التي سقطت هناك الآن شغال أكثر حوالي أربع ثلاث مرافق حكومية من بين أربعين مرافق صحي أو مشاشفة حكومية أغلب الكادر الصحي في محافظة تعز غير متوفر كليا لسبب النزوح وسبب الحرب التي تطلع على محافظة تعز وبسبب عدم توقع الحكومة للتأكد على صحة وكمال المرافق الصحية في محافظة تعز انتشار الأوبئة والحمية الفيروسية بين أوساط المواطنين فقم من صعوبة مهمة القطاع الصحي لتجنب السكان خطر الإصابة بالأمراض المختلفة خصوصا بعد تسجيل عشرات الإصابات المؤكدة مدير مكتب الصحة بتعز أكد أن القطاع الصحي بالمحافظة قائم على دعم المنظمات الإنسانية والمؤسسات المحلية كما كشف عن ضعف اهتمام الجانب الحكومي وهو ما شكل عائقا على الجهات الصحية واجعل مهمتها تبدو أكثر تعقيدا من ضمن الإقراءات التي اتبعناها لغرض مواجهة الموجة الثانية هي القيام بتنفيذ عدد من الأنشطات في مجال التثقيف والتوعية الصحية بين أفراد المجتمع إما عبر الشركاء المثلة في منظمة المجتمع المدني أو عبر الإذاعات ووسائل الإعلام التابعة للمركز التثقيف والإعلام الصحيح التابع لوزارة الصحية العلم والسكان في عدم ومن ضمن الاستعدادات قمنا بتوفير كميات لا بأس بها لكن نظل نعاني من نقص شديد في الكادر الكادر الطبي في محافظة التعز وبالذات الكادر التمريضي والأطباء العموم ماذا توقع من محافظة؟ نزح منها 52% من الكادر الطبي المؤهل دخول موسم شتائه والآخر بات يشكل خطرا يتهدد حياة السكان مع اقتراب موجة ثانية من وباء كورونا بحسب التحذيرات التي تطلقها الجهات الطبية خصوصا في ظل تراجع الإجراءات الوقائية وعودة الحياة إلى طبيعتها إلى ما قبل كورونا فتح مركز العزل الصحي والعلاجي ورفع مستوى الإصحاح البيئي مع تأهيل الكوادر الطبية إلى جانب توفير المستلزمات والأدوية أولويات يرى القائمون على القطاع الصحي البدء بالعمل عليها لمواجهة المخاطر المحتملة من تفشي موجة جديدة من الأوبئة والفيروسات حمزة أمين قناة بلقيس تعيس ترجمة نانسي قنقر